أدارت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على المشرق ليكون الأب نبي الحداد هو ضيف هذه الحلقة بعد مشاركته ممثلا عن الأردن في أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل كوكب أخضر والتي عقدت مؤخرا في أذربيجان لمناقشة مدى تأثير المناخ على البيئة حيث أشار الأب حداد إلى وجود مشكلة تؤرق الكون وتهدد الحياة بعد التغيرات الأخيرة التي طرأت على المناخ لافتا إلى أن الأرض هي خليقة وعطية ونعمة وعلينا أن نظهر الاحترام لهذه الخليقة من خلال طاعتنا ومحبتنا لله تعالى المزيد في هذا الحوار بدي أقول أنه نرحب بضيفنا لكن هو صاحب المكان فهل وسهلا فيك أبونا نبيل شكرا دكتور الله يتعد مساكي أبونا نبيل أنت طبعا إحنا معتادين أنه المشاهدين أنه أنت تقدم الموضوع فأنا رح أطلب منك يعني تجاوزا أنك أنت تقدم هذا الموضوع وكونك أنت حضرت هذا المؤتمر وكنت أنت مدعو يعني كأحد القادة من قادة الأديان للحديث عن هذا الموضوع ومشاركة الأردن يعني مثلت الأردن في هذا المؤتمر فأنا فحلا أبونا فخورين في هذا التمثيل ونعمة تمثيل شكرا دكتورة أنا يسعدني أن تكوني وأنت صاحبة البيت وصاحبة هذا البرنامج شكرا أن أكون بمعيتك في هذا اللقاء اللي بتقودي أنت وأنت القادرة على أن تقودي نورسات الأردن والأرض المقدسة شكرا يسعدني أن أكون ضيفك الآن وكل أول شكرا سيدتي شكرا على اهتمامك بموضوع المؤتمر الذي عقد في الأسبوع الماضي هذا المؤتمر كان توطئة وتهيئة لقمة باكو اللي هو مؤتمر الأطراف اللي يسمى كوب 29 كوب 29 اللي هو مؤتمر الأطراف في نسخته التاسعة والعشرين هذا يأتي من مبادرة للأمم المتحدة استجابة لضرورة هذه الضرورة هي أن يرعو العالم أن ينتبه العالم إلى أن هناك أخطار تغير مناخي تأثير هذا التأثير على المناخ وبالتالي على البيئة بالنسبة لنا نحن معشر المؤمنين هي خليقة نعم في البدء خلق الله السماوات والأرض نعم إذن هذه صنعة الله إذن هي عطية إذن هي منحة هي موهبة وهي نعمة نعم وعلينا أن نظهر احترام لهذه الخليقة لإحترامنا وطاعتنا ومحبتنا لله تعالى نعم يبدو أن المجتمع الدولي يهتم بهذا الموضوع واهتمام وأوح وأكيد ويبدو أيضا أنه في هذه السنة التي تعقد فيه جلسات وينعقد هذا المؤتمر مؤتمر كوب 29 في باكو عاصمة أذربيجان التي تترأس المؤتمر هذه السنة وتسلمت الرئاسة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل قديش مدة بالنعقد كل خمس سنة في خمس قارات نعم يعني هما يدم التناوب كل فترة بكون من قارة نعم لأنه المرض اللي كما يقول عنه قداس المرض عم الأرض نعم هذه تواجه كل القارات طبعا أكيد فالسنة كان الدور لدولة أذربيجان الصديقة أنا تشرفت بأن ألبي دعوة لحضور هذا المؤتمر له قمة نعم القمة العالمية غيادات الدينية في مؤتمرها تحت عنوان أديان العالم من أجل عالم أخضر نعم وجاء ترتيب هذه القمة لتسبق الكوب 29 الذي ينعقد بحضور ومشاركة ملوك ورؤساء وقاذة الدول في العالم نعم كان أمام هذا المؤتمر قمة قمة الأديان وشاركت كل الديانات وشاركت قيادات الديانات قيادات الأولى الفاتيكان كان ممثلا برئيس المجمع الشرطي كردينال الأزهر كان ممثلا بنائب إمام الأزهر كان وزراء كان رؤساء كنائس كان بطاركة عدد كبير من القيادات الدينية وكان من بين اللي هم مش قادة كانوا مهتمين بالقادة الدينيين الناشطين في موضوع حوار الأديان وفي موضوع هذه البيئة تشرفت أنا بأن أتلقى هذه الدعوة من اليو أن الأمم المتحدة ومن مجلس هيئة إدارة مسلمية القفقاس اللي ترأس يعني رعاية الإخوتنا المسلمين في بلاد القفقاس وفي أوروبا الشرقية حالا وكان عندنا المفتين للعامين في روسيا في جورجيا في أذربيجان في طاجاكستان كل هذه الدول بالإضافة إلى رؤساء الجاليات الإسلامية أيضا والمسيحية واليهودية في العديد من الدول ومن القارات كلها كان الكل موجود هناك نعم وممثلا الغاية من هذا المؤتمر هو وضع توصيات رفعها المؤتمر قمة الأديان إلى مؤتمر الأطراف 29 القيادات والرؤساء الذين حطروا المؤتمر بالأمس ونحن فخورون أنه الجانب السياسي والقمة قمة الرؤساء دعي إليه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وحضرها مندوبا ممثلا لجلالته صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله وكان له كلمة كلمة صحيح أنها كلمة قوية وطيبة وأكدت التزام الأردن بدور بدورنا الوطني ودورنا على ساحة دولية فيما يخص هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر